تعالوا نروح دولاتي مقر جريدة الشروق ومرسلتنا نورهان طبعاً موجودة عشان نتابع معها أهم الأخبار في الصحف والمواقع نورهان صباح الخير طبعاً عليكي وخلينا نعرف منك آخر الأخبار اتفضلي يا صباح الخير يا نهواندا وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا هنا زي ما قلت يا نهواندا من مقر جريدة الشروق نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم وأول خبر معنا من موقع الشروق الإعلان عن طاقم تحكيم المباراة الثانية لنهائي دوري سوبر السلة أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة السلة عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في نهائي دوري سوبر السلة لتقام إن شاء الله في استساع مسائنا على صالة حسن مصطفى واستقرت اللجنة على إدارة البوسني إديمير زورابوفيتش والصربي الأليكساندر جليسيتش ويساعدهم الحكم الدولي المصري عمر أبو علو وتاني خبر معنا من جريدة الرياضية السعودية وطبعا اهتمامنا دايما باللعبين المحترفين وبعنوان حجازي يستعجل العودة ذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير صادر لها صباح اليوم إن النجم دفاع فريق الاتحاد السعودي أحمد حجازي أو المصري أحمد حجازي بيتدرب شكل مكسف جدا منفردا في الأيام الحالية والقادمة للعودة مرة أخرى للتدريبات الجامعية رغبة منه للحاق بمباراة الهلال المقرر قامتها يوم الأحد المقبل في طبعا الدوري السعودي كمان خلينا نفكركم أن أحمد حجازي كانت صاب بالعضلة تضم أصناء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ومن موقع اليوم السابع ليفربول في مهمة استعادة السقة أمام أستون فيلا لمطاردة مان سيتي على الصدارة يحل ليفربول اليوم طبعا المحترف دمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضيفا على فريق أستون فيلا في المباراة المؤجلة من الجولة 33 من المسابقة ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 83 نقطة خلفا لمنشستر سيتي المتصدر حتى الآن برصيد 86 نقطة وكل الفريقين يتبقى لهم سلاس مباريات أما بقى آخر قبر معنا من روسيا اليوم هو يمكن تقرير مفصل عن منشستر سيتي والصفقات القادمة لمنشستر سيتي في مخصوصا كمان طبعا بعد الإعلان عن التعاقد مع هالند نجم بروسيا دورتموند وبعنوان هل يتوج أخيرا بدوري الأبطال تشكيلة السيتي حال تعاقده مع هالند وبوكبا زي ما قال لكم ذكرت صحيفة زاسان في تقريرها تشكيل متوقع لمانشستر سيتي في حال التعاقدات القادمة للفريق واللي وصفها التقرير بالتعاقدات القوية طبعا زي ما احنا عارفين في الساعات الأخيرة اكتاز هالند نجم بروسيا دورتموند الفحص الطبي لمانشستر سيتي وهتم التعاقد عن الصفقة في الساعات القادمة كمان تقرير زاسان قال ان بول بوكبا نجم منشستر يونيتد يقترب من الانضمام ايضا لصفوف منشستر سيتي وده هيعد طبعا قوة ضاربة لأبناء بيب جوارديولا بالاضافة الى تيريك ميتشيل من كريستال بالاس ويمكن التشكيل المتوقع لزاسان جاء كالتالي في حراس المارمة ايدرسون في الدفاع تيريك ميتشيل وروبين دياز وجون ستونز وكايل ووكر وفي خط الوسط بول بوكبا وكيفين ديبروين وبرناردو سيلفا اما في الهجوم فهيكون هالند والفاريز وجاك جريلتش طبعا ده يعني يمكن تشكيل توقع زي ما قال لكم منزا سان وهي تسألت في التقرير هل التشكيل ده يؤهل منشستر سيتي لتحقيق دور الابطال طبعا بعد الخروج المفاجئ امام ريال مدريد في مباراة نصف النهائي بالنسخة الحالية دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر جريدة الشروق شكرا لكم جدا